ثم يقول واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضاً للمذنبين إلينا اغفر لأن غفران الله كامل والله سامحنا بالمسيح مكتوب إن كان لأحد على أحد شكوى كما غفر لكم المسيح هكذا أنتم أيضاً المسيح أخذ خطياناً في جسده وحمل أرزاحنا وكل الأثقال وحتى اللعن وكل شيء حمله في جسده حتى يعطيك الغفران بما إن غفران المسيح غفران كامل فالله بطالبنا أن تغفر لأخوك وتمارس حياة الغفران ثم يقول لا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير الشرير هي واحدة من أسماء الشيطان فهو المجرب وهو الشرير لكن هون بيتكلم عن الامتحان يعني ما تسمحش لكن الله يعطي المنفذ وعلى فكرة مكتوب الله لا يجرب أحداً والله غير مجرب بالشرور ولا يجرب أحداً ولكن كل واحد يجرب إذا انجذب وانخدع من شهوته والشهوة إذا حبلت تلد خطيئة والخطيئة إذا كملت تنتج موتاً نجنا من الشرير محتاج نتسلح بالحرب الروحية يومياً نحتاج نمتلئ بالروح القدس وحضور الله بشكل يومي طلب القوة بشكل يومي لأنه عدونا إبليس هو عدو لئيم جداً مكتوب ملتمساً من يبتلع لأننا لا نجهل أفكاره يريد أن يقتنسنا لإرارته حتى أحياناً بغير شكله كملاك نور فمحتاجين نتعلم حياة الصهر والحذر أيضاً نصلي يومياً من أجل حماية من أجل حفظ من أجل بركة الرب علينا من أجل هذا أحباء إحنا منصلي أنه رب يحمينا الرب يسندنا بشكل يومي ثم لما منختم الصلاة منرجع منركز على الله لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين إلى الأبد آمين أي صلاة منختمها بكلمة آمين كلمة آمين طبعاً هي كلمة عبرية وصارت لغة معروفة في كل العالم يعني بكلمات هي تأكيد هي موافقة على الصلاة ليكن هكذا ليتم الأمر فعندما نصلي هذا الصلاة جميعنا منقول آمين ليتم هذا الأمر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر